في سياق متصلة ضرب زلزال بقوة ست درجات فاصل اثنين منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوغينيا الجديدة وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لكن لم يصدر تحذير من حدوث سونامي وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال وقع على عمق ثمانية وثلاثين كيلومترا كما ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس رختر شمال اليابان أمس وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز زلزال على بعد واحد وستين كيلومترا من مدينة كوشيرو في أقصى شمال البلاد ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا وخسائر مدية كما هز زلزال بلغت قوته ثلاث درجات فاصل سبعة عدة مناطق من ويلنز وقالت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية أن مركز الزلزال في برينامارو في بلايناو جوينت على بعد نحو تسعة عشر كيلومترا من ميرثر تيتفل ترجمة نانسي قنقر